قبل العدوان الامريكي على الموقع العسكري السوري في ديرزور وبعده السياسات واشنطن التي تتبنى تنشئة ورعاية ودعم الارهاب ومشتقات تنظيم القاعدة بمختلف مسمياته نهج ثابت للادارات الامريكية المتعاقبة الولايات المتحدة وفي محاولة للتستر على قيام طائراتها بالعدوان على الموقع العسكري السوري قرب مطار ديرزور تتذرع بانها تتحقق من هذا العدوان الذي جاء تمهيدا لسيطرة تنظيم داعش الارهابي على الموقع معطيات تعيد النقاط الى حروف المعادلة الاولى التي تؤكد الانغماس الامريكي في المشروع الارهابي في سوريا والمنطقة العدوان الامريكي المتعمد بمنطقة جبل الثرد بديرزور شاهد اخر على الحقيقة التي لا تستطيع واشنطن اخفاءها فامريكا تدعم داعش وغيرها من المجموعات الارهابية والدلائل اكثر من ان تعد وان تحصى ولعل في رد الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروف على كلام المندوبة الامريكية في الامم المتحدة سامانت باور خير مؤشر على المشهد الذي يؤكد مجددا تساقط اوراق الدعاية الامريكية المضللة زخرا فدعت باور لزيارة سوريا لترى بعينها كيف يعيش الناس في ظروف الحرب ولتعرف معنى الخجل وكتبت على صفحتها على الفيسبوك ان على باور الالتقاء مع الناس الذين يعيشون المعاناة وليس مع النصرة ولا مع المعارضة المعتدلة التي تقلق واشنطن من ايصال المساعدات اليها زخاروفا سخرت من باور وتعهدت بتحمل نفقات سفرها الى سوريا كاملة وقالت لها لا تخافي معي لن يلمسك احد الا اذا ضرب طيرانكم مرة اخرى وبالخطأ ستجدين فيما بعد ما يمكن تذكره وتعرفين معنى كلمة خجل